سلام كيف الحال يا رب انكم باتهم صحة وعافية عدنا والعوده احمده كيف حالكم يا رب انكم بخير والامور طيبة وكيف المراجعة عساكم قاعدين تراجعون اول باول زي ما اتفقنا المراجعة اهم من الدرس زاد نفسه اللهم صلي وسلم على نبينا محمد زاد النبي صلاة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد فاليوم وصلنا لصفحة 27 واول كلمة معانا هي واشن ماشين واشن ماشين وبمعنى غسالة في قاعدة مهمة هنا لازم نركز عليها شوي عندنا حرف الاس اتش اذا اجتمعوا وجو جنب بعض دائما ننطق الحرفين هذه شين زي ما ننطق حرف الشين باللغة العربية ونقول مثلا شمس فاس اتش تصير شين عشان كذا قلنا واشن واشن اما على الجانب الاخر له جا حرف الاس اتش ننطقها تا تا يعني تا مع شين مع بعض زي كلمة تشينج زي كلمة تشارج وللقواعد شواذ عشان كذا ذكرت المعلومة هذه يعني عندك كلمة ماشين فيها سي اتش في النص زي ما ترى امامك في الشاشة لكن قاعدين نقول ماشين ما قاعدين نقول ماتشين ليش لانها شذة فواشن ماشين بمعنى الغسالة ثاني كلمة معانا وهي قاربج بن قاربج بن وهي سلة النفايات او بن قوسين الزبالة تكرمون هنا في سؤال مهم ما الفرق ما بين قاربج و تراش قاربج و تراش في القاموس كلاهما بمعنى سلة مهملات او زبالة لكن في فرق كبير بينهم في الاستخدام القاربج هي نفايات المطبخ و الحمام تكرموا اما تراش فهي نفايات الاثاث و ما شابهها عرفنا الفرق؟ يعني مسكت على مندي اليوم و طبخت و قطعت عندك بقايا الدجاج هذا و ما تحطه في التراش؟ لا لانه ليس اثاث ما هو بكنب تحطه في القاربج مثال نقول throw it in the garbage throw it in the garbage ذبها او ارميها في الزبالة مثال اخر اقول take out the trash take out the trash طلع الزبالة برا الجملة هذه موجودة في كل بيت و اراهنكم اللي هي didn't i tell you to take the garbage out didn't i tell you to take the garbage out ما قلت لك اطلع الزبالة فنرجع لاصل الكلمة عندنا garbage bin البن هذه والشي البن تقريبا صندوق صغير مثل الصندوق اللي تشوفه في تفتيش المطار يسمى بن فبكل بساطة تقدر تقول can you pass me that pen please ممكن تعطيني الصندوق ذاك وانت واقف في تفتيش المطار بعدها اعطانا squeezeer وهي عصارة العصير squeezeer بعدها عندك كلمة beat وbeat بمعنى لحن او يضرب نضيف لها ER وتصبح beatr والbeatr هو الخلاط اسهل طريقة اشرح لك الbeatr لازم اعلمك ان الbeatr مختص للبنات يحبونا ليش لان يعملون في مكاتوا 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 مديروش العصيرات هذه اللي يسووناها في الكوفي بسووناها في البيت فيسمى beatr جهاز رخيص لكن في نفس الوقت يعمل لك افضل مشروب ومن صنع يديك بعدها عطانا cartons وهي الستارة carton ستارة مثال عليها نقول wow beautiful carton where did you get it wow الستارة هذه جميلة من وين شريتيها والله يعينك على الهيار الا بعدها موجودة ايضا في كل بيت ومن اساسيات البيوت لو ما عندك you need to get one asap leather وهو السلم مثال عليها نقول can I borrow your leather هل ممكن استعير منكم السلم او استلف منكم السلم طبعا بشرة غالبا ما يرجع لك بعدها عطاك الفرن وهو oven ثم بعدها عندنا silverware 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 ممتاز حبيب قلبي silverware هي الملعقة والشوكة والسكينة بدل ما تطلب ملعقة الحالها سكينة الحالها شوكة الحالها تقدر تختصر الليلة هذه كلها وتقول silverware excuse me can I have silverware يعني لو سمحتم ممكن تعطوني ملعقة والشوكة والسكينة الملعقة وهي spoon ملعقة وهي spoon لو اضفت في نهايتها حرف الواي كلمة spoon تصبح spoon spoon بمعنى سخيف الشوكة وهي fork شوكة نقول fork السكين وهي knife knife في حرف الكي لا ينطق والقاعدة تقول ان حرف الكي لو جاء بعده حرف الان حرف الكي ما ينطق لذلك عندك knife عندك no عندك knee وسبق وذكرناها ابي اقول ملعقة الشاهي او ملعقة صغيرة جدا ينفع تقول small spoon لكن الاف صح تقول tea spoon tea spoon يعني ملعقة صغيرة اذا بنروح لملعقة كبيرة راح تقول table spoon table spoon وانا الان في صفحة ثمانية وعشرين وهذه اول كلمة table spoon الصحن بشكل عام وهو plate صحن نقول plate وكلمة plate ايضا لها معنى ثاني مهم جدا وهو لوحة السيارة لذلك في الافلام نسمع what's the plate ما هي لوحة السيارة did you get the plate هل سججت رقم لوحة السيارة صحن الشاهي هذا اللي نحط عليه الفنجان نسميه ساسر او سوسر فنجان الشاهي نقول tea cup tea cup اما كوب القهوة نقول coffee cup coffee cup الكاسة القزاز نقول glass كاسة القزاز نقول glass وكلمة glass ايضا لها معنى ثاني مهم جدا وهو للزجاج وكلمة glass ايضا لو اضفنا لها اس في نهايتها صارت glasses وهي النظارات قبل شوي قلت لها كان كلمة بمعنى لحن وبمعنى يضرب قلنا هي بيت واضفنا لها اي اار وصارت بيتر وقلنا كلمة بيتر مختصة للبنات ممتاز قلنا يحبون عشان يسوون مكاتش ومكاتش ومدرميت اسامي مشروباتهم جميل الحين عندنا كلمة ثانية نفس المعنى عندك بيتر وعندك ميكسر كل الكلمتين هذه تاخذ معنى واحد يعني عندك بيتر وعندك ميكسر كلها بمعنى نفس الجهاز اللي يخلط البيض اللي يخلط لهم العصير واللي يخلط لهم المشروبات الساخنة للصهرة طويلة وجميلة اخر واحدة معنا واخذناها في الحصة الماضية وهي فريزر وقلنا بمعنى الثلاجة بدل كلمة ريفريجريتر لو تذكرون اليوم اعتقد الدرس سهل وبسيط وبكذا اللهم لك الحمد قفرنا صفحتين لك ان تتخيل لانها مفردة وعلى طول معناها هل الدرس اليوم مهم؟ كل درس مهم ما في درس يقل اهمية عن الدرس السابق انتبه تخطي الاخطاء اللي ارتكبناها نحن الذين من قبلك وش الاخطاء كنا نختار وننجي المفردات اللي نبغاها ونختار انتبه صدقني بيجي يوم حرفيا تندم لانك ما تعرف تفرق بين سبون وبين تي سبون فانا قاعد اقول لك من اليوم تعلم كل شي لا تستحقر شي لان كل شي رح يفيدك نهاية المطاف جلسين نتعلم اللغة فاللغة تحتاج تعرف كل حاجة فاللغة تحتاج تعرف كل حاجة سؤال مهم ولازم اجاوب عليه هل الكتاب هذا كافي يا سام اني اصير انطرق في اللغة الجواب ايه ولا في نفس الوقت يعتمد من شخص لشخص يعني اذا كنت تاخذ المفردات وتكتبها في الدفتر ولا تطبقها في ارض الواقع انت هنا قاعد فقط تطور مخك من الداخل واحنا نحتاج نطور المخ inside out من بره وبجوه نبي تلميع فاذا تبغى نصيحة حاول كل مفردة تاخذها من عندي ولا عند غيري اذا طلعت الشارع حاول تطبك اذا رحت كافي من اليوم ورايح اطلب سبون اطلب تي سبون حتى لو ما تحتاجها فقط قل اسكيوز مي اسكيوز مي يا ممارسة انا داري انت ما تحتاجها اصلا انت تشرب قهوة بدون سكر زي حالاتي بس اطلب نبغاك تطلع المفردات نبغاك تصلف انت الذي يصنع الموقف انت الذي يبدأ المحادثة لا تنتظر احد يقول لك وانت في مخك راح تقول واو هذه اخذناها في اليوتيوب انت ابدأ الكلام ان تشوف الناس تشوف عليه باين عليه انه غربي قول له good morning how you doing today's say انت ابدأ المحادثة وعيش فجوابي للسؤال نعم الكتاب كافي للانسان المبتدع انه يوصل لمرحلة جدا جبارة صدقني اذا كنت اطبق كل شي اقول لك راح تجد باذن الله تعالى فرق كبير قبر الكتاب وبعد الكتاب لم اختر هذا الكتاب عبث اخترته لسببين الاول في متناول الجميع لانه سهل وبسيط اثنين لانه رخيص جدا اي انسان يقدر يشتريه فاقتنم الفرصة فعلا دروس مجانية اشتغل عليها ولا تستاجل امشي حبة حبة لذلك انا ماشي معاك كل اسبوع حلقة واحاول امشي معاك بانتظام ليش؟ لاني ابغاك فعلا توصل وتكون بكرة ذاك الشخص الذي اذا تحدث اللغة الانجليزية الا حوله يقولون واو how did you lay اشكر لكم حسن المتابعة ان احسنت فمن الله وحده وان اسأت فمن نفس الضعيفة ثم من الشيطان شكرا على كل لايك شكرا على كل سبسكرايب باذاوي هب لنا لايك هب لنا سبسكرايب هب لنا نشر ضبطنا حبيب قلبي لنستمر دعمك كل ما انا اشوفه كل ما اتحمس اجي واصور واعطيك من صميم قلبي بالتوفيق للجميع سامو الارم بي 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 اشتركوا في القناة